هنسجل إن شاء الله هوا تسمعوا مني كل الجراحة بإذن الله نظري كلينيكل اوبرتف اكسراي حتى ريباجين هنتعلم إزاي نجاوب شفوي هنتعلم إزاي نكتب نظري إزاي نتصرف في بروكلم سولفينج القصة دي هي سيستم اي اتش سيستم الدكتور علي حسين مرحب بيكو ياولاد في السيستم بالتوفيق إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم البرست البرست موضوع مهمة قوي 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 لأنه نظري اي حتة في البرست تسيقل سواء النظر صحيح من ناحية العملية اللي جي فيها عمليا في أغلى بتحاناتنا تلات موضية اكيوت لك تشتن مستايفس دي الشارش ولطبعا الكارسينور لكن فيبروالينومق جات مرة جاينيكوماستيا جات مرة ما نقدرش نمنعهم سيستس مجاتش لكن تيجي اللي ما يمهاش فايبروسيستيك دزيز مجاش لكن ييجي فما لو جات حاجة من دي ما تقولش دا احنا قولنا ما بتجيش دي مهمة تروح تقلد الهسان زا كده ما قولناش كده لكن انا بقولك عمليا انت بتذكر التلاتة دول مهمة اول النظري التانين كويس فيهم جوم كتبنا مابوش قلينا لكن البرست عموما مهمة مهمة جدا كلانيكا يجي لك حالة بريست وفي الحالة البرست دي هتتسائل في كل البرست يعني حالة جاتز حالة كارسينوما لك هيسألة في كل البرست يجي جارز بريست وإكسريز بريست دا واناتومي طبعا البرست بريست وقالوا الاناتومي هيتاخد كله على بعضه في كتاب الاناتومي لوحده في الآخر بإذن الله اول موضوع في البرست اللي هو الكونجينتر انوماليز انا عايزك تعرف فيها عنوين مفهومة انت كطالب عنوين مفهومة انا هتشرح فيها شوائق زيادة عشان حياتك كدكتور مقصود محاضراتنا تبقى دكتور شاطر طالب شاطر الاتنين مع بعض لكن انا عايزك تبقى مركز دلوقتي اكتر تبقى طالب شاطر تجيب تأدير محترم كويس تستعين في حتة محترمة تشتغل كويس لكن هخلي محاضراتي دي معاك اللي عشان انت بعد كده تبقى برضو قديد بتسمعها تبقى دكتور شاطر فكتب معايا في الصفحة الفاضية اللي قدام الصفحة المتصورة بتاعتنا أي زيادات لكن الانوماليز عايز منك علوين مفهومة اول حاجة فى الانوماليز حاجة اسمها قافيلي انا ارص Lets enter يعيش حاجة بالتفايل القافيلي ها مفيش نبل لم يخلق النابل غالباً اللي معندهاش نبل غالباً ما عندهاش بريست اول التفل او الطفل او الطفلة نت stealing طرف otros اللي معندهاش نبل غالباً ما عندهاش بريست بس مش شرط. دي الاثيلية. اكتر من نيبل. البوليثيليا تحصل فيه. في حاجة اسمها الماموري لاين او الماموري ريج. في اللغر انامالز في خط ماسيوم الابزيلغات الجروين. في مالت والبريست. تشوفوهم. يحصل بقى البوليثيليا في الخط ده. اي حتة مالي. تلخبطك مكتوب لك مع معمول. مولي يعني وحمة. او وورد سكين ليجن. طلخبطك مع هيا دي ورد. والتلاتة مش مهمين. مايفرقوش معانا. طب دي نعالجها ازاي? جات لك عيانة في العيادة البوليثيليا. اولا تشخصها بالسايت. والكالر ماشي في السكة. اتنين. تعالجها ازاي? بقى انا تعبير انا اللي مطلعه. تكتبه في عياتك بقول لعيانتي عملية ازا ارادت. انت صاحبة القرار. مدايقك شكلها? مش الهارك. مش بدايقك شكلها? اهبت سابق. اما البرست. ففي امايزيا واحدة خلقت حبتي من غير بريست. ودي غالبا ما بيكونش معاها. فاكرين الافيليا معاهاش بريست. والاميزيا معاهاش استيرنو كوستال هيد بتاعت استيرنو مستور. بتاعت البكتوريز ميجور. الميجور عبارة عن توهيد. كلافيت كده هيد صغير هنا. واستيرنو كوستال هيد دي اغلبها دي اغلب. وهي البرست. فاللي عندها امايزيا غالبا ما عندهاش استيرنو كوستال هيد بتاعت البكتوريز ميجور. ودي مهمة في الريكونستركشن. كنا نحتاج نحط التحتيها بقى بروسيسيز. فلوني كمان غيبة صعابة علينا المهمة. البوليميزيا في نفس الخط ده. نفس المماري ريش. اشهر مكان في الأجزلة. لكن تحصل لسه عندي في العيادة من اسبوعين حالة هنا. بوليميزيا هنا. ممكن تيجي في الجرائب. لغاية تحت. طب نفرقها زي من لايبوبا. ما حتة فاتو موجودة وصوفت والديفاين. تفرق زي من لايبوبا كلمة واحدة. اولا السيكي ساسبكت. اتنين يخليه بالديفيلوب مع الديفيلوب من توف دي براست. يعني قبل البيوبرتي ما كانتش باينة. بعد البيوبرتي بدأت تجبر. مع اللاكتيشن بتزيد. طب دي نعالجها ازاي نفس قصة البوليفيليا. ما نقولش اكسجن. ممكن الستة عاجبها شكلها خلص. مش مدايقها في حالة. فبقول لها يا ستة كل عملية اذا ارادت. لسه عندي قريب في العيادة ستة هنا. مش فتاش كثير. بوليميزيا في النقطة دي اللي هي تحت البيوبرتي على المماري. ديفيوز هايبرتوفي. بريست جميل. بريدكشن مابلوستي. سمول بريست مايكروميزيا. اوجمنتشن مابلوستي. هي كتاب الاسم. لما قول كتاب الاسم فيه محاضرة مهمة. الانتروداكشن لكل محاضراتنا. دي لازم تتسمع قبل كل ده عشان تبقوا فهمين التعبيرات اللي ها قولها. فعايز اقول الانفنتاي الجايليكوماستيا دي مش اناوالي. هو كتاب حطا هنا. ولد متولد. ولد او بنت. الماتيرنال هرمونزا عنده. بريستيشو بتاعه يكبر. فيتولد بعد شوية او مع الولادة تلاقي بريست كبير ناحية او نحيتين وغالبا نحيتين. طب ان الهرمونزا مختلفة. يعني حتى في البيوبرتي يجيلي او كتير او بنات في العيادة تسع سنين عشر سنين وبدأ بريست واحد يكبر. فقولي الامة مروح بداية البيوبرتي عارف السؤال اللي فارق يا دكتور دي ناحية واحدة. فبقولها دي بيوبرتي ما تتكلميش. انا هقولك هتقولي ناحية واحدة ايوة ان الهرمونزا مختلفة. فبدأ بدأت في ناحية قبل التانية حالة البيوبرتي في الفيميرز كتير قوي يا اسيماتريكان. بريست اكبر سنة من التانية طبيعي نورمان. جيت وقلد الولادة عنده ملكنسي وهي ريزولف لوحده. الخطورة الخطورة احنا نقولك يعصروه. فيدوسوا عليه فقدوا اللبن. الحكاية غلطة. لان نهايات الدكتس في العيال دي مقفولة. حاجة اسمها اوبارك يرمش. الكلام ده كله وزيادة انت مش محتاجة بس ده مهم العيالتك. فزيادت لك ام بكده طب منها ريقشور سيب الولد او البنت هيخف الوحد. طب لو عسرناه فتحناه بلكن فتحناش بمكعة الشارع والملكة تشراعي الانفكشن. يحصل ابسيس. يا دكتور علي ما صحش ابسيس ايه ده ملك بتخوفنا من حاجة عره. ده انسيجان ودرينج. كلامك صح. قص هايفة لو حصل ابسيس في عيالتك وبلوكال انسيزيا وانسيجان ودرينج هايف جدا. ولكن لو دي بانوتا مرعب. البريست ابسيس في البنات النيونيتس مرعب يا اولاد لان انا شفت بريست ابس كبير قوي. كلف سكته البريست تشه. فالبنت دي تكبر. لاي عندها اما مايكرو ميزة اما عندها مافيش بريست موجود. بسبب حاجة خيبة عارة. عشان كده في عيالتك لو جات لك بانوتا زغيرة بماستايتس بدأ ريدنس هوتنس عارج فاري اجراسيف. وزا احتاجت درينج اللي يعمل درينج حد محترم. عشان مايبقاش اجراسيب هو في الانسيجان والدرينج عايزة ايد محترمة. عشان ما نلعبش في اللي هيعمل بعد كده بريست بتاعت البلودة. دي الانوماليز اللي عايزوا منك فيها. عناوينها احفاظها. ويبقى عارف كل عنوان من دول ماذا يعني. ونبدأ باول موضوع من الثلاثة فاكرين المهمين قوي قوي. اللي بيجوا نظري. اكيوت لكتيشنال مستايتس. انسي دانس. او هتقول اكيوت لكتيشنال مستايتس. ده اسمها اكيوت لكتيشنال مستايتس. او ماله هو الجملة عندك بتقول ايه? بيقول ان الاكيوت مستايتس مستايتس مستايتس. يعني نادرا ما نقابل واحدة مش بترضع ويجي لها ابسس. ده نادر لكن موجود. الاتيارجي. ارجانيزم استاف. اي ابسس في الدنيا تقابله. في حياتنا كده هو. والاستافدة مجرم. زي زعيم عصابة. يخش على البريست. يروح اعمل في الملك. يروح اقفل الدكت. اتقفل الدكتات بدأ يتحوش الملك ورا في البريست. الملك متحوش يقشله جوا بقى خلاص. في انجورشمنت. وده اي حاجة استاجنت يا اولاد في حياتنا اي حاجة استاجنت. يعني طول ما انا اكدني بتطلع يورين على يوريتر على البلادر بينزل سهلة. لكن فيه استاجنيشن فوقية يبقى بايلون الفرايتس دي. اي حاجة بايل بايل بينزل ومعادي خلاص. طب فيه ستون في البايل داكت. فيه استاجنيشن في ريتانشن بايل داكت فوق قاعد يبقى يليه كولانجويتس بسهولة جدا. فالستاف زعيمة عصابة هنا بالزاد عندها خطتها واضحة جدا. ارسم معايا الرسمة دي. وما تتحقش عليها. ده الرسمة دي هنحتاجها كتير في حاجات تانية قدامي. شكلها سازجة لكن. ادي بريست. يا اما الستاف تيجي عن طريق النابل والالو لا وده غالبا. يا اما عن طريق الدم ودريل. اسمع بقى المفاجد. نيبل وقالي وليه عن طريق مين? عن طريق الولد السراكلينج بابي. بعد اسموع من ولادة 50% من البابيس فبقهم استاف. فالام تردعه وهو يدي لها استاف. قصة حياة يا ولاد. الام بتدي للولد اللبن عشان يعيش. والولد يدي لها استاف. عشان يعمل لها ابسس. جيل فاسد. ما كانش بيحصل الكلام ده زمان. زمان كان لا يمكن. اعايل ان شاء الله نيونيت يعمل كده في امه. لكن دي للأسف تطور الاجيال. بهزر طبعا. المهم. حصل خير. خدوا بالكم نص محضراتنا هزار. والنص جد. الهزار والحاجة الوحيدة الصح في كلامي والجد هو ده الكلام ما تاخدوش بيقى. فده وقلنا رسمة دي مهمة ورسمها في الصفحة الفاضية. هنحتاج زيها كتير عندنا. هتفاهمك حاجات كتير بعد كده. طيب. ايه البردس بوزن فاكتورز؟ لو فيه كراكس في النابل هيني. كراك او فيشر. على فكرة انا مش هفاوت الهيدة دي. دي من الكمبلينتس الرزلة قوي في عيدة اي جراحة. العيانة اللي جاية بكراك نيبل دوري لاكتشف. لان لحاببتي ملناش حل فيها. اولا كتير قوي تجيب بدم. زي اي قلصة. جدا جدا جدا. وبعدين الام. الحتة اللي بتعورة بتردع الولد منها. انا اي حاجة في حياتي وندد او ما تتخبتش فيها. لا ده الحتة تالي. بوجعها وبعدين بتردع الولد منها تاني. فالحقيقة بتبقى صعبة قوي وطب منكم. هي بتخذها تلت اسابيع شهر بتخفي تماما باي نوع مراهن. انا بحيب الليج نوبانثين. لكن اي نوع مراهن. انا مغلط اقول اسمها ادوية ولا اي ما اعرفش. لاتكون اسمها دعاية ولا حاجة. المهم لكن فندهن اي مراهن سوزيج ايجنت ونخليه مع لوكا الانيستيك موجود من الام وتمسحه قبل الرضاعة ولس. فالكراكس. لاك اوف لوكا الهايجين. المفروض الام قبل كل رضاعة تنظف صدرها وتغسلوها وتعملها. لكن اهم سبب لده ولده. اهم سبب ملك انجوشت. الام لسه بتردع وما عندهاش خبرة رضاعة. فلعدة موجود خبرة الرضاعة عندها فالبدأ يجمع اللبن عندها. حتة اللبن اشفها اسمها انسبسيتد ملك قافل الدكت. مع دكت ايبيثيليام يسيب الدكت اسمها ايبيثيليام دابرس. فدول يقفل الدكت ويعمل وراية انجورج من الدكت القافل. فوراق مش كومبليك دي وخدوا بقاتكم عشان هاهكد عليهم بعد شوية ده ده بارشيال فيعمل وراية انجورج منك الملك. الملك المتحوش ده مع كالتشار موجرامة ورايعة للاستاف. للاستاف تخش تبدأ القصة بمستايتس. بعد شوية ده الكلام الباتورج اللي عندك. بعد شوية تحول الدفيوز مستايتس الى ابسس قانون. تعمل حاجة اسمها مالتي لوكيلر ابسس. مهمة اوي اول ده التهدف في كتابنا. يعني مالتي لوكيلر يا حباين. يعني كده. وبعدين كابتي تاني. وبعدين الابسس الستاف تروح واكل حتة من وقل. وعملة كده. وبعدين كده. وبعدين كده. وبقى الله مالتي لوكيلر. فالابسس انها حاسه ماس واحدة ايه? هي مش وان لوكيلرس. هاتم اول دي. لما اوصل بعد شوية للتريتمينت. كلمة مالتي لوكيلر ابسس. كده دي كالبيرتشا. بعدين في تراتة ستيجز. اول ستيج. ومدان بقسم تراتة ستيجز. وحريص ان خليك تفرق بينهم. يبقى التريتمينت مختلف. اول ستيج. حاجة اسمها الملك انجورج متفاكرينه. البريست كبر. تندر. انديوريتد. الريتيند ملك ده الموجود بيحصله كميكال شيجز. فبيتحول وكأنه فورين بادي شوية. حصله رياكشن مع البادي. مع الاميون سيستم بتاعنا. فهيحصل فيفر. فتلاقي الستيج دي بتسخن تمانية وتلاتين. وبين. والبين كلمة دل ايكينج على الفكرة مش وصف سيفاريتي. ده وصف نوع. نوع بين. من دلوقتي لغاية ما تخلص العمرة كله. وممكن دل ايكينج واقوانه سيفير بين. ممكن كوليكيو حاجة بسيطة مش شرط المهم. فدل ايكينج بين. وفي فيفر. وفي البرست انديوريتد وتندر. ماشي يعني انديوريتد يعني ناشف. الانديوريشن درجة من درجات الفيرم. احنا عارفين في الكلاني كان فيه صوفت. وهارد وفيه فيرم. فيرم يجي درجات مساحة كبيرة. الانديوريشن قرم الهارد. طيب. اذا حصل بقى دخلت الستاف وبدأنا الديفيوز مستايتز بتاعت البسولوجين. البين بقى اشد. والفيفر اعلى. بالله عليك تعرف تفرق من اتنين دول معرفش. جات لك واحدة سيت تقول لك يا دكتور فيه واجعة. تقول لك رجع ده اخاف ولا اشد. اشده من ايه واخاف من ايه ده ترهدل. طب الفيفر دي اوطى ولا اعلى. اوطى من واعلى من ايه. جاء الفيفر برضو ما اول حاجة. ما فرقتش حاجة. يبقى دول فرقين ما يفرقوش. التالتة فيه انديوريشن موجود من الاول. فيه تندرنس من الاول. ايه بقى الساين? لوكال ساينز وانفليميشن. لوكال ساينز وانفليميشن خلص دخلنا يعني ايه? رادنس وهوتنس. حاصل رادنس وهوتنس يبقى دخلنا فيه الديفيوز مستايتز. امال اذا حصل ابساس اكتب معايا في الصباح الكاردينال سيمتمز انساينز و باسورميشن. هكتك فيفر يعني هكتك فيفر يعني فلاكتويتنج. اكتر من وان ديجري. تطلع واحد واربعين تنزل تمانية وتلاتين ونص او تسعة وتلاتين. وبعدين تطلع تاني اربعين وتنزل تمانية وتلاتين فلاكتويتنج. لكن ما توصلش باسورميشن. اسمه كاردين. اي ملحبين بين? اي ملحبين بين? ده. فت عرفك لونك ده اسمه ناقح. كلك علموه كده على طول حيه عشان خطري انسى الكلمة دي في عيادتك. العين المصري العين المصري اي بين عنده اسمه ناقح. عندي ناقح في الحتة دي. فاذا قلت له ناقح وقا ناقح. لا لو سمحت انهم تسألوا العين المصري بالشكل له. فتشافه في حياتك قول ناقح زي ما تحب. لكن فعمليا في عيادتك تقول له حاسس زي النبض. يعني يحس العياد بالنبض. وإيه فكرة الثروبين بين؟ إن البلسيشن في حتى البلسيشن زي اللي في الول بيحس بيها. مش حمل البلسيشن زي دي. فبيعام بيحاسس بنبض فيه. طيب. اثنين. لوكا. ثلاثة. لوكاليزيشن. تقل إيدك كلها تتمح مرة. وقتها جمعت في حتة في النص. لوكاليزيشن. أربعة. بيتنج إيديما. لما تدوس على السكين اللي فوق الأبسس. تلاقي السبعات بيغلس. البيتنج إيديما. فلاكتواشن. لأنه بقى إينا سيستي. بقى الأبسس بقى جواه بص وإنا سيستي ماس. فنعمله فلاكتواشن لأيه فلاكتواشن. أخرانية ودي ما تستنهاش. ده يستنهى راجل بقى بسيط جدا. يعني ولا حاجة أي حد. ده هيقول له يا محمدين. الخراج اللي عندك عمل رأس إليه بوينتنج. فمش هنستنعنا البوينتنج طبعا. دي فاري ليت. إنما ده هشخص بدون. داني مش هعدهم عشان وقتكو لكن اكتب كلامي دوا. إذا دينا هنا بقى يبقى البين بقى مش مقامور ولا أقل لا. البين بقى ثروبين. الفيفر مش أعلى ولا أوطى. لا بقى تهكتك. البريست يحصل فيه لوكاليزيشن. بعد ما كان الدنيا واسحة رأخد لها وان سيكتور من البريست. وقى واضح جدا. بقى فيه بيتنج إديمة. الفلاكتواشن في البريست صعبة تلقطها. ليه؟ لأن البريست نبسه صوفتي. فعشان تستنى الفلاكتواشن بقى البريست كله أبسس. عشان كدك البريست مش من السايتس اللي تستنى فيها الفلاكتواشن. الحياة الكلام ده. بعض الجراحيين فاهمين وقت. فاهمينه وكأنهم فاهمينها. في البريست لا تنتظر على التنمية.. لا يا حق. لا تنتظر على التنمية. مش التنمية. أنا هستنى الهكتك فيها. والثروبينبين. واستنى البيتنج الإديمة والليكاليزيشن. لكن مش هستنى الفلاكتواشن. ايه أماكن تانية في جسمنا لا تنتظر على التنمية. اكتب معايا. البريست أشاره. البروتين وهنجيلها ان شاء الله بإذن الله. بريينال أبسس. جولوتية الأبسس. ويجب أن نقولها نفسي فكرة المرسبرينفريك أبسس الهاند انفكشن والبالبس باس انفكشن نسئلت الدكتوراه ايه الحتة اللي في جسمك اللي هي نورمالي فلاكتواند ولما تلوز فلاكتواند تقول ده أبسس البالب الدستال فاريكز داسم البالبس باس لو حصلت شوية فلاكتواند سنة لكن لما يبقى فيه انفكشن بأفيري تنز فدي أماكن لا تتوقع فيها وما تتحكوش عليها لكن ما اقترب كتبنا بتاع الزمان لو حد من العودة سألكم الهير لبيول لا تتوقع وشفت فيها ابسس مش حاجة مش واشفناش فيها شفتنا فيها ابسس كتب لأ جملة مهمة في اخر تشخيص الابسس قبل المستطيل بتاع البرستمس لا تتوقع فيها ابسس بيقول لك اي واحدة في الدنيا تجيلك بقى لها خمس ايام عندها مهمة يعني ايه يعني خميس و جمعة بدكات رأي لازم وهي تعبت الاربع الصبح قالت انك نستريح انك شوية ملك اي حاجة اتدلعت مراحتش فاربع مراحتش خميس بدأ اول يوم هو جمعة سبت الصبح اولى بتحطي لابخة الحد في الاخر جات لنا يوم الاثنين الصبح او جاءت الحد بالخمس ايام بتقول لي انا سدري محمر بقى له خمس ايام من غير مكشف عليها قولها انتي عند البص من غير مكشف ليه؟ الستاف ما بتهزارش ما بتهرجش في البرست بستاف مدام اتواجدت خمس ايام عملت بص اتنين الجادي غير الاوردين جاك للست البلنوطة ديا فانا شخصتها ديفيوزمت ستايتس ركزه اوفي لاقوله ده الفهم الطب فقلت لها اخدي انتيبواتيك مدام انا اللي بكتب اكيد كان البروبردوز وبروبر انتيبواتيك قلت لها تعليلي بعد مرة قلت لها اخبارك ايه بتاقدي قلت لها اخبارك ايه بتاقدي وقت مخدم مدام اخبارك ايها دكتوره غاية من الانهاردة الصبح الى السخونية تلعى اربعين سيفير سيستاميك او لا انتي عند البص اللي تفضل سيفير سيستاميك ابص يومين مع بروبر انتيبواتيك يبقى فيه بص طيب اللي يقعد يومين تقولي يا دكتور علي انت راجي العامل في الجراح وسيستام وحكاية مش الست اللي جات لدي اول البارك وكتبت لها انت انتيبواتيك بروبر وبعد يومين قلت لها انت انتي عند البص مش دك كان عندها من يومين قلت لك ها تقولي ما عرفت شخصه وقال بتعلمنا انا ازاي فر انا الانجورجمنت من دفيوز مستايتس لأبسس قلت لك ما عرفت شخصه ثم تقفل بقى التسجيل ده ونروح احسن بقدم انت مش عارفت شخص يعني راجل بتاع ناصلت كل ايه الحقيقة اولاد لا انتوا فهمين راجل لما اقول في ستيجز انجورجمنت دفيوز مستايتس بنمر كتير قوي في جري زونز يعني حتة في نفس سنة محتار هي دي انجورجمنت ولا بدأت دفيوز مستايتس طب لو شكيت انها بدأت دفيوز مستايتس مش انجورجمنت ايه رأيكم قدي انتيبوتيك احسن ولا معالجها كانجورجمنت احسن قدي انتيبوتيك ايه الستة دي جاك لي بقى في الجري زون هي انت يا ترى دفيوز مستايتس ولا بدأتي ابسس قدي مش عارف او معملي يا رأيكم افتح احتياطي ولا ادي انتيبوتيك ادي انتيبوتيك وما للدكتور اللي اصلع الشعرة البيضة الخبرة اللي دي مش هديها استشعارة بعد خمس ايام ولا اسبوع ولا يومين ودييني لان انا الان يكون في باس عندك فمن الاول بديلها انتيبوتيك بقول لها الكلام ده انا الحقيقة محتار طب هو فيش انفستيجيشن او TLC اي ابسس لوكوسيتوزيس وفي البرست سونار هايزك دايما خلي السونار في بالك السونار له اغنية في السيستم بتاعنا كلماتها بتقول ايكوناميك افيلابل اكيوريت سيف مش هاعرف اغنيها لوحدي انا قاعد واحدي بس اجل لوحدي مع الستاذ التوصولي اللي بيصور لنا بس لكن لو كنت قدامي كنت غنيت لكم الاغنية دي لكن احفظوا كلماتها عشان دي اقلنا اللي مقالي في شعر بتاعها السونار ايكوناميك افيلابل اكيوريت سيف هاتخسري تطلبه يعني ممكن تقولي ام ارمى سيصح مكلف وغالي عالناس انما ده ولا حاجة ولا حاجة وفي كل حتة لو اقتربنا السوناريو ولا فيه كابتي في سيست جوه ولا مفيش كابتي موجوده جوه فديك مش دايما نحتاج انفيستياشت انا نادر اما طلبته لانه غالي مجي الابسس كليه دي كان واضح جدا خلصناه لكن ايكو في بالك اذا شكيت في السيتي دي حصل ابسس او لا فكلميك عن السبت اللي جهد في الجري زون بين ديفيوز مكسرايتس وبين بريست كارس ديفرينشال دياغنوزيس أخرى من بريست كارسينوما بتجنى بيبقلك اي لا اعيز اقول انه مهم او يتفرق الستيجز من بعضيها لكن عندنا اخطر ديفرينشال دياغنوزيس نوع من الكارسينوما اسمه انفلاماتوري كارسينوما او اكيوت مستايتس كارسينوما توزا اوعى تفهم ان ده ارجانيزم عمل كارسينوما لا 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 هي كارسينوما مع لوكات ساينز اوف انفلاميشان مش انفكشن اوف انفلاميشان وهي دي اللي خد بيطلخبطك احيانا مع ابسس وهي كارسينوما برونوس بتاع السي اسوأ كارسينوما في الدنيا كلها ولما نروح للكارسينوما ان شاء الله لما نقول لك ليه مهمة او الفرق بالاتنين الاول البروفيلاكسس يا سيدي اعكس البريدسبوزينفاكتوس اعالج الملك انجورجمت ضروري جدا ورقم ثلاثة ان انا اعالج الكراكس والفاشرز باعت النبل طب نعالج ازاي ملك انجورجمت والحاجة انرجيس مساج نصفه ده نعلم الام لكن احسن بام في الدنيا الولد نفسه الولد اللي بيرضع من ام اللي هو للاسف مش عايز يرضع وعايز بيديلها الستاف عايز الوحشة او ازاي مهده او طب اذا حاصل ديفيوز مستايتس انتيبواتيكس بس الناس يكون انتيستاف بيجيبها ناس يعني حاجة تشريك فاي حاجة انتيستاف مايفرقش مهمة اي انتيستاف الموجود في الماركت اذا حاصل القلقة بلمسيب دي خدوا قاعدة واتبقى في الصفحة الفاضية اي انفكشن في حياتك لو قواعد عاملها هوت فومنتيشن لوكال ريست انتيبواتيكس ففي البريستيك الهوت فومنتيشن طب لوكال ريستي ازاي والحاجة تلبس طايل براسيرس تصبورت البريستيك بتاعها ده لوكال ريستي الهوت فومنتيشن مع الانتيبواتيكس دوقتي عندها مشكلة الملك هو الفيننج الرئيسي بتاع العيل ده بتاع الستاف عشان يعيش والملك محتاجينه عشان العيل لو عملنا ويننج خدمنا الام لكن ضرينا الوقت لو ما عملناش ويننج العكس خدمنا الوقت وضرينا الام عايز اقول كلمة ليكم وفي اكيد في محاضرات دي في كلام كتير اهراء شخصية لي اتطفق واختارف معايا لما تجبر انتلاك الحرية بس دلوقتي ممنوع تختارف معايا حكاية الوين الجديه عند الامهات في مصر وهي تحس ان الامه هتحرمها من ابنها ومشاعر الامومة وارتباط الام بالولد والكلام ده طبعا لشكلة بان الامهات جميلة وكل حاجة لكن ياولاد الكلام ده مش هناهوش انا ما شفتش في حياتي عائل كبير ضع صناعي وبعدين لما كبر فحصل له ازمة نفسية انفتح الدولاب جبل برونة كبيرة كده وعدش تكلها مشاكله ما حصلش واغلب العالي العقين في الشوارع وابعين من محصلش فعايزنا بإيكاية التباطي يعني فاهم الام الاحكادي مش فارقة كتيرة ستي تعذبي نفسك وتكراه نفسك وتكراه حياتك وتكراه الوالد ما مش مش منطق يعني قال وينيك مش محتاج دردشة كتيرة انما الموجود توين ارنطوين يقولوا اذا الولد فوت تسعة شهور قوين اذا الولد اقل من تسعة شهور لا انا اصلا جراح اطفال نص شغل اجراح اطفال وافهم في الاطفال وزمان بس بطلت خلاص كنت انا محد يسألني الاطفالة جاوة فبطلت العيل الصغير نقعد نقوله ياكل ايه بعد اربع شهور وبعدين ياكل ايه في ست شهور وبعدين ياكل ايه في ست تسعة شهور في سن سنة نقول للأب والأم الودة يقعد معكوا على الطابلية وياكل اللي هو عايزه بتقش البصرة وياكل الفول اللي هو وبتنجم الخلي اللي هو حور بعد سنة يأكل اللي هو عايزه فلما نقول تسعة شهور يعني الودة بيأكل حاجات كتير قلة بتأكله خلاص القرص بيأكل شربة خضار بيأكل حيطة فاتخة مستواندرافر بيأكل حاجات كتير قوي فاذا وقفناله لبن الأم الودة عنده بداية كتيرة جدا جدا يكلها ففوق تسعة شهور نقدر نقول نوين بستل بستيرو المسلا أو بالبردونالي المهم نوين ونوقف الرضاعة فاكتب ليش معنى تسعة شهور لأن الولد اقترب من أن يكون أو يستطيع يعتمد على نفسه في طعامه وشرابه أو اكتب لأن الولد اقترب من أن يجلس على الطابلية أو اكتب لأن الولد أصبح عنده أنواع كثيرة من الطعام وشراب والفاست فودز يمكن أن يكتب أي جملة من دول في الآخر ده تسعة شهور بتعجبني جملة الطابلية لو اخترته اخترته الطابلية طيب لكن هاي سأقول كيف ما أعرفها بالطب مش قولنا عايزة أفهم عيدات او عتمشي في الطب تسعة شهور يعني مثلا نفترض أم جاء لك وبعدين في الحالة اللي احنا فيها دي فقلت لها هو انت ابنك عنده قتلك يا دبطور يعني تقريبا تسعة شهور لا 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 مش تقريبا تقريبا ايه لا يا حجاء وليه بالظبط وردين كام طلع من نصيب بالظبط في نفس اليوم بتاعنا ده من تسعة شهور لا السعة كان يا رو جديد من ست ساعات كنت أقولك نبط وين دلوقتي أقولك وين كان دهبا هي قصة يا حبيبي حياة يعني فيه أم ست غالبانة بسيطة مصدر رئيسي لأكل ابنها الرضاع الوالدة ست 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 سنين هيروح المدرسة ويزوقهم الفسحة عشان يلوح يردع منهم وياردع معوشة الدوشات في المدرسة فده ما مش قولها هاتوين هاتوين ايه مفيش غيره المصدر الرئيسي لابن فيه أخة انسانة تانية لا ما شاء الله غالية جدا أبوها يجب لها ثلاث بقارات تحت البيت في الجراش ولا دي ينزل يلتع وقت ما يحب مش فرقة فريحات ان شاء الله من خمس وهمها جدا شكلها وشيكتها من خمس ست شهور انا اقناعوا لابت بتعملي وين يا بدي يبقى توين او نوت توين القاعدة اللي عندها دي ده كلام الكتب كلام الحياة اسم الحكيم اسمكش دكتور حكمة لوزنة العيام دعرة بعضا اذا حصل ابسس خد قانون وتفصل صفحة الفاضية مفيش باس يخف بانتي بواتيكس ولو اصر رينا يتحول مع الوقت الحاجة اسمها انتي بايوما وفيك وول وحاجة اسمها وقعنا في مصيبة تانية هنجيلها بعد شوية ان الكرونيك ابسس دوا علاجه مش انسيجن ده علاجه اكسيجن ممكن في الصفحة الفاضية لو سمحت اكلمك شوية كلام جنرال علاجه اي ابسس الابسس او وادسكين بنعمل ازاي بنعمل ازاي بنرش افايا بكولورايد لو بتاعل البنج بتاعلها عيبة ونروح عاملية انسيجن ما بيحسش العام بيقول اذا عملنا انسيجن بس كده بعد شوية الفاتحة دي هتقفل والكابتي لسه مجونة وتجمع باس جديد عشان كده انسيجن بس غلط اسمه انسيجن انت درينج احط درينج هذا تكيب هذا الانسيجن بيتنت فالباس اللي بتجمع يطلع برا اللي الناس بتسميه فتيل وبعض الناس بيسموه في جلوب الوادي عويل ومهمة اوي تعرف تعبيرات الدكاترة اسف تعبيرات الناس هاييه لك اناك هتحط لي هتحط لي عويل يا دكتور تروا ايه العويل ده مش عارف العويل دكتور مش عارف العويل مش عارف حق خالص فلازم تبقى وحاول وانا مشين اقولك الكلام ده فالفتيل او العويل نحط الفتيل والعين روح كل يوم يشيل الفتيل ده ويحط فتيل جديد بس عمليا مش بنفس الطول لان الكافيتي بتدفت وفي لحظة بخبرتك وصلعتك تبصت تقول لا خلص مش محتاجين فتيل مبقاش في تقليب الكافيتي جوا فانغير كل يوم وانا في عياتي كده اقول لعني غير في اي حتة كل يوم فتيل وتعلي بعد 4-5 ديال ابص علي مصر اقول لا خلينا او لا خلاص افاف تيل لما ده القعدة العامة لأي قبس طيب في البرست بقى هيفرق ايه هيفرق حاجة اول حاجة لازم جنرال انيسيزيا ليه لازم جنرال انيسيزيا هقولك حالا 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 بعد شوية لان انت في البرست فاكرين مالتي لوكول الابسس فاكرينها ايه انا هم برسمها تاني هنا انت النهاردة فتحت العينة ديا وفتحت دا رشيت افايا الكودراي وفتحت دا خلاص انت كده عمل دا 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 لازم تدخر صباعك وتكسر كل اللوكورين وتحول هذا الابسس 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 عشان كده اوه انا تجي لك العيادة تضحك عليك وتغشك تقول لك يا دكتور افتح لي الخراج تقول هلازم منك كل ياسدتي تقول لك لا دا مش مهم انا هستحمل انا عملت ازاي دا من غير بينك ما تصدقهش اولا بالمناسبة ليه اللي هتقولك كده عشان الابسس ازا قلنا جنرال انزيزيا رحنا مستشفى قلت عمليات دكتور تخليل تكلفت زيادة في عيادتك خلاص مكتبه هتحول حان خاطر عيادتك بتاعتك انت حر وهي بتسخ فيك لا بتسندقش الست دي هتروش هتستحملك فتحت اول انسجن هتستحملك لكن اول ما دخلت صباعك عشان تكسر لوكيولاي مش هتلاقيها هتلاقيها في السقف وبتجري منك في العيادة انا عايزة تدخيل المنصر الست قلعة ودومها من فوق بتجري وانت بتجري وراها وفيه دم نازل منها قولي من الله عليك قضية ده قضية رسمي يعني قضية رسمي وفي الاخبار اليوم في الصفحة الاولانية ومحامي محترم عشان تاخد ثلاث سنين سيكت فمصيبة حيودة فممنوع في عيادتك ده بلوكيولايانيسيزيا امال لازم جنرال بس معهاش تكاليف انها اهتباع مستشفى امال تروح في حاجة يا جماعة مجانية تفت انتفق رواية اي مكان هتفتحه يبقى ثاني انسيجان انددرانيج جنرال انيسيزيا ده الانسيجان ده نابل اريولا احنا احسن انسيجان في بريست على الاطلاق على الاطلاق اللي بناس علوكم لنا ده ما بيبنش نهائي نهائي بعد كده طب لو مش ده في حاجة اسمها لانجرز لاينز انتبتين فرصة اكلمكم عنها اللايز دي في جسمنا لما تاخد فيها انسيجان مايبنش زي مثلا في الفورهين لما تاخدوا ترانسويرز كده مايبنش في الابدومن مع الابدومن الكريزيز واحنا كجرحين بنستغل الحكاية ده بنعنا هجرحين جمبرين جدا وجوره هما بتبنش لا اول حاجة هو اختار انسيجان صحة بالداركشة مظبوطة اللانجرز لاينز في البرست ازاي كده سيركم فرنش يبقى احسن سيركم فرنش على المصد مش هفتح هنا والبرست والابسس هيدر خلاص هفتح كده ولكن في عيد في السيركم فرنش ان انت مفكرك السيتي دي لكتيتنك والانها لكتيتنك فانت الدكتات ماش كده سيركم فرنش عندك ريزك كبير جدا وتقطع نكت تقطع نكت بيجيب لبن فيفضل الجرح بتاعك بيجيب لبن بيقفل في كتير من الاحيان لوحده لكن في ريزك وشفته حاجة اسمها ملك فيستيولة او مامري فيستيولة تلقي الجرح ده اول قاعد يجيب لبن خلاص الدكت فتح حاليه وبقى ومدناش حال غير ويننج وشتان من الويننج اللي فات اللي بده مخير الام فيه ويننج انت بتؤمرها بيه وفهمني كومبليكيشن من ايدك عشان كده اللي ده فيه الناس ما بتحبوش وناس بتحبه وفهمتوا بقى اللي بيحبوا ليه ما بيحبهوش ليه طيب قمال الانسجن ده كان الكلاسيك لغاية وقت قريب ريديا انسجن ريديا انسجن الريديا انسجن ماشي مع الضغطات بس كوزميتي كان مش حاليه بفكركوا لازم انسجن واندرينيج مفيش حاجة اسمها انسجن بس فتحط دايما الدرين يا ولاد القاعدة تتحط الدرين في دميندان بوينت يعني ادي بريست ودي ابسس ودي بريست ودي ابسس كويس انا لما افتحت الابسس ده كده حطيت الدرينك انا كده دميندان بس نازل طب فتحت الابسس ده من هنا مش هفتقه من تحت طبعه هكثر كل بريستشو دي وحطيت هنا هوا الدرين طب البسيبته على فوق كده نندبندان تدرينج دي ضد قواعد الجراحة قمال الصح والكلام القديم قوي ان عمري ما عملته وما شفتش حد عمله يقول لا نحط انت فتحت من فوق صح عشان ده كان اقرب حتة ليك لكن تحط الدرين من تحت يا خبر يا راجل اه تعمل انسجن تاني تحت وتخش الجفت طويل وتمسك الدرين وتشدها تنزل بيها حاجة اسمها كاونتر انسجن تسمحول احسرح لكم شوية في النقطة دي ربا بنعملهاش وانا لو تحب تشطب كل الكلام ده اللي عندك وتكتب كده تحط الدرين اندبندان وخلاص ويبقى كاترخيرك لكن انا هكلم كلمتين هنا هو كونتر انسجن ده اول غرط لا مش غرط بس انا بسميه اوفر تريد منتر وانا دايما كنت احبت الدرين كده ناندبندان تو زين فوق ما بيحصلش حاجة خالص وانا بقول لك اعمل كده زين لكن ندردش في الكلم القديم ده دلوقتي الباسو هو نازل كده مش هيسبريدل البريست لا لا ليه عافية كده لا مش عافية حبيبي مدام الباسو او اي حاجة باسوروجيكا في جسمنا ليه سكة عالشارع هتطلع عالشارع انت طروح في جسمنا لما سكت الشارع تتقفت فما تقلقش مش هيحصل حاجة طب بعد ما خلصت وشلتنا الدرين دي منتحت خلاص طمنا والكابتي افرت فشلنا الدرين دي بتبقى طبعا دي رابر درين دي رابر درين نسيت اقوله محبي مهمة فكلما شرحت من شوية انسيجن ودرين مش في الابسس عموما احنا غالبا غالبا في الابسس اي نوع الدرين بتحطها حتي الشاشة يبقى غالبا الدرين نوع هي ايه تنفع طبعا تكون رابر درين لكن غالبا في الابسس بنحط حتة شاشة في دي مش تعمل في حتة شاشة حاجة هسابع فنحط حتة رابر درين او تيوب درين وتتسابع لما انشالها ما كان هيكون فيبرا استراك ومع كده يبقى بزرد فالكاونتر انسيجن مش غلط والحاجة بس اوفر تريدمنت جملة موجودة في الاخر ودي مش موجودة في كتاب الاسم بيقول ان انسيلكتب كيسز وانا تعملت اكتب كده الجملة بالنص ده لانه هيقولك فيه انقلاب كبير قوي في علاج الابسس من سنين وفي الطب كله في الجراحة كلها كلنا رايحين الاتجاه المنمالي انفيزيف سيرشي كل ما نقلل الانفيجن في شغلنا كل ما نبقى حسن ناس اتجرقت وجات على الابسسيز وبدأت تعمل حاجة اسمها ريبيتد اصباريشن مش انسيجن بقى ودرانيش يخش بابرة ويشفط وبعدين جايلت بالصناع يومين ثلاثة تروح السيكت تاني هيتجري كولكتد ابرة ويشفط ويخفه تجربت الشخصية في عيادتي العامة المصرية بترفض ده تماما تماما يعني اتغرب الاوبشن ده حكاة الابرة دكتور وابرة يعني بتبقى صعبة شوية لكن ده كلام موجود وقلت سلاكت الليف شوية التفاصيل في الكتب مش ده وقته بقى لها شروط ما رسه بقولك لو درج مالتي لوكولر هنعمل في ده ايه لو عالي مثل السكين هنعمل ايه ده يفرع بقى شوية ففي الاخر فيه شروط ايه يكون متسونار ايه يعني لوكولرس واحدة اتنين هنخش نشفوتهم الى اخره وده الحقيقة انا بقى منصح به انت عندك في الفيس واحدة ليه ابسس في الفيس صغير نقول له اسباليش اسباليش لنعمل انسجن في الفيس تبقى الستة او الراجل ما اقينه مضروب باش لا في وشه ولو اضطرينا ليه حلول عندنا ازاي نخلي شكل هذا الانسجن احسن ما يمكن هنقف شوية دلوقتي ونكمل كمان شوية شوية مامري دكتكتزيا صفحة اللي هي 92 دين قال هبدأ من تحت الفوق هبدأ بالمامري دكتكتزيا ما جاش قبل كده نظري ييه بيجورش على اي عيادة غير في حالتين في عيادتي مامري دكتكتزيا على الاقل احكي الكلمة اكتزيا يعني البرونكاي سيقيكتزي يعني دايلاتيشن في البرونكاي سيليكتزيا يعني دايلاتيشن في الطريب تلنجيكتزيا يعني دايلاتيشن في الكابيلرز داكتكتزيا دايلاتيشن تعالوا معي قليل بيحصل قدي بيجور دايلة خمستاشر العشين دايلة فادحين في النبل يعت llega حصل البرونكاي حدوث ضيعتش انفى اي ضغط في جسمنا يعمل استجنشان بدأت جمع هنا سيكريشنز تبريزنتي ازال اول حاجة سيكريشنز تغزل للشاطر لونه ممكن بلاضي من الكون جشان ممكن لونه يكون سيرس ممكن يكون كريمي هواتي كريمي هواتي دي بري سبسيفيك هنا اختب جنبيها معجون سينان شكله زي معجون السينان لا ممكن يحصل سيكريشنز تعمل ابسيس لسه فتح حالة اول مبارح بنوتا قال من عشرين سنة ابسيس داكتكتيزيا اشهر سبب لحدوث ابسيس في بريست في نون لاكتيتين في مين هو الداكتكتيزيا لا ممكن لكارنت انفكشنز تعمل كرونيك ماس مستحيل تفرقها من الكارسينوماء الا بانفكشنز يتعرفها دلوقتي مني بعد شوية واني شغلين في المحافظة باذن الله لا ممكن انطقت مع فيبروزيس فالضقت يكثر فلما يكثر يشد الجوه يعمل حاجه اسمها نيبل رتراكشن نيبل رتراكشن نيبل رتراكشن نيبل رتراكشن نيبل رتراكشن يقبل يحصل كده بالمناسبة دي من الصينفو في كارسينوماء زي ما هتعرف علي شوية فلو ماس وانيبل رتراكشن نيبل رتراكشن انها بتطلع كارسينوماء اه ايه سبب الدكتكتيزيا قلن ومش عارفين ايه سببها طيب ايه الانبستيجيشنز اللي هبصوا ياولاد قلن احنا في كل البريست ضل الكارسينوماء ده احنا لما كنا في الابسس من شوية قلتلكو في الدفرينشال ضل كارسينوماء فاحنا في كل موضوع بريست عشان خطري بيين لي انك مجبول بالكارسينوماء عدناها احنا مش هلقين فانا في الدكتكتيزيا الانبستيجيشنز اعمل صونار واعمل ماموغرافية يومها ماليك حالا استرمبت الماس تعمل لها ايه فاعمل صونار وعمل ماموغرافية لو لقيت ماس اخد منها بايوبسي قانون او ماموغرافية ابقى اكسكلون الماليك نانسي ده المين ايه بتاع اي انفستيجيشن عندنا طيب عايزين نعالج هو التريكمنت بتاعها عنيه شوية عملي اسمه ميجو دكت اكسجن سمعاني هنفتح حاجة اسمها السيركم ايرولر انسجن لسه ايه لك ده احسن انسيجن عندنا ما بيبانش العمر كله تكتب مهمة ما تفتحش اكتر من نص الاليولة لو فتحت اكتر من نص الاليولة عندك راسك ان نص الحتة اللي باقيه ما تغزيش الاليولة انت بتفتح نصه بترفع هوبينج ان اللي هيعايش الاليولة نص التاني بلاد سبراي لو عملت كده انا شفت حالات نيكروز الاليولة لناس عملوا اكستنسيب انسيجن تلت تربع الاليولة مثلا هنرقل كده ونرفع الاليولة ونقبل ونشيل كل الميجور باقت اسمها كون اكسجن او ميجور باقت اكسجن لو انت شغل براحة وراحة من الاخر عمقه اربعة سنتين لجوء لكده بنقبل البريست مستحيل يبان في حياتك ان الست دي عملت حاجة كوزماتيكالي ما بيبانش حاجة سيمتريكال بريست زي الفول حتى في الريلاتبلي سبول بريست ما تقلقش طيب سؤال قبل ما انسى الحكاية دي نجمج وضغت اكسجن السيد دي ترنطع لا لا ما تردعش طب لو قد تردع مش احصل انجوجمت لا مش احصل انجوجمت عافية او عافية لا بص يا اولاد اللي اقول قانون مهم لو جينا اي حاجة في الدنيا قفلنا هنا في اسينس ونضقته لو قفلناه بارشيال يحصل انجوجمت لو قفلناه كومبليت برزيستانت انجوجمت خلاص يحصل لها قاتل في ما اتطلعش سيكريشنس مثال كده لو قفلنا اليوريتا ده بارشيال ستون انترميتانتو او ستركشن او ستركشن يحصل هادرونيفروزيس لو ربط ده اليوريتا ده يحصل شوية ضايلاتيش وانا تكتشف الكده ان ما فيش فايدة فيحصلنا اكيوترينا فريلير ما تشتغلش الكده دي خالصة عشان كده السنتي دي ربجاك في يوم اليوم خلفت واتردع البرست ده مش هتطلع على مناصل خلاص فيه بريست فيه كل حاجة لكن ما يطلعش لك بيسالوني في المونتاج نشيل النسكافيروت لانا نسكافيروت لانا نسكافيروت لانا نسكافيروت لانا نشاهدها بحاجة نريد اتجيب معاين نسكافيروت لانتها اه ضروري واحدة متردعش جالها ابسيس اشهر سر من دكتكتيزيا الاورجانيس بنا مش استافق ده غيره انيروبك فعشكه حط معاك فلاجين في الادوية وانزح حصل انسيجان اونجراتيش بس ما فيش حاجة فيه جملة في الاخر مكتوبة كلمة غلط عندنا مامالي لا مامالي 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 فيستيولا از ارسك الجملة دي مكانها مش هدا مكانها هناك في واحدة بتردع مامالي فيستيولا دي تحصل في اللي بيرندع وشرعتها لكيناك ودي رسك الانسيجان لو عملنا سر كونفرينش الانسيجان اهدا بيوبرتن مستيطس هيا مش مستيطس خاطر ولا خلال مستيطس الشمال مع البيوبرتن الولاد اسمي الخبر المزهل سبعين في المائة يجي لهم جايديكو مصري يوني او بايلاتري واتفعنا بقى يوني اه ربناه هورمونال وحاجة سيستيميك لان مش شرط ديسك ريكس وقرد تندر ستولي يا دكتور علي نشو ممكن سبعين في المائة نحنا عادين مع بعض خمس ولاد دلوقتي يسألنا بعض ولا واحد فينا حصار كدر يا حبيبي سبعين في المائة بس عدت عليك ايه سيميتوماتيك لو عملنا سكرينيك كامل هيطلع سبعين في المائة اللي بيقولنا في عيالين يعنا في عيادة كل مسلا ترات اسابيع الشهر بتيجي حالة من دول ايه ريونة نابل سيركا من ايروانسيجان وانشيل بريستي تيشو من وراء الهيل اول حاجة فيها المامري دكتيزيا اللي شرحتها لك الماس من شوية بس شرحها انا كتبته في الكارسينوم هتفهم ليه يعني قلته دلوقتي بكتوب تاني وهعيده تاني ان شاء الله في الكارسينوم انهم هقولك اللي لما نروح هناك ليه خدته هناك اسمها بلازما سيلما ستايتس اسمها بلازما سيلما ستايتس لانه لما عملنا هستولوجي لانه في المال دي اباندنس بلازما سيلز ليه فيه بلازما سيلز كتيره ما عرفش مش عايز اعرف طب ما ده ما بتعرفش ما تشرحش لهاشه بحب عشوه انا عايز اعلمك حاجة انشاغل في حياتك بحكتين في حياتك المعلومة اللي هي امه هتخدمك في امتحان يتخدمك في عياتك اللي عاشوا حياتك لو انه السؤال ده بتسئل شاخوي ليه بلازما سيل كتيره كنت قلتها لك وكنت دورت عليها وجدتها انا ما عرفش على الفكرة فعلا طيب وتعلم كلمة ما عرفش عشان خاطر لما تبقى استاذ في الكلية ولا مدرس ودي حد يسألك سؤال بالطلبة مش عارفه تقولش ايه يا ابني دي كبيرة عليك لا قوله ما عرفش يا فعلا لا قوله ما عرفش مش يمكن نطلع قريحة انت مقردش اعلمها لك نتعلم كلمة معرفش انا رجل اظن من اكتر ناس ارغراحة في الدنيا دي ومع ذلك انا بقولك هو مش هريص اعرف لان دي لا بتتسئل لأ شافهم فمش محتاج اشرحها لك ولا انا محتاجها في عياتي اللي مش بقى اصوله شده انا مالي ليه انتهلنا عشان فيه بلازمة تسعل ليه يا ابني اسمها بلازمة ليه ليه اسمي تاني طوله يا فان بلازمة سلمة صليت ليه تسمت كده عشية اباندس و بلازمة سلمة و نقط بس طيب واخدنا القعدة مهمة على اللي انتهلك التسعل ايه بقى دي المامر ضغطك وعلاجها اكسجن ما بنسبش ماس في البريست يوليك ماسك اللي كان المحسوسة حكرة وبنائة نشيلها عشان روجيت حتيها كارسوها مش عارفينها لكنها مش بريكا تاني حالة كرونيك بريست ابسس ايه اكيوت ابسس تعليق امبروبر دي بقى انتي بواتيكس باس انتي بيو امبروبر درينيش محطناش درين مصبوط ما عملنا سمول انسيجن يتحول الى كرونيك بريست ابسس من ارزل حالات تقبلها في عيانتك ماس سلايتلي تندر كتاب الاسم الكاتب في سلايت فيفور وانا مش موافقة ومش فيناش قبل كده اهم حاجة هيستوري اكيوت ابسس بس ميدي مست هقولي يا دكتور اه السته هي بتردع وسخنت وصدرها واجعها وقالت قلت بوتك حزبها لوز وتحول هذا الابسس من غير ما ناخد بالنا الى تقول لها جال خراق في صدرك لا ما جريش يا دكتور قبل كده فمست ممكن اكرونيك بريست ابسس علاجه اكسيجن مش انسيجن ليه بقى رزل انك بتشيل ماس وعمل كابتي في وسط الابسس متقفله في وجود فصل فعملية من رزلين جدا عندنا اكتي بي ملتبل نيولز ممكن يكون معها ساينسس في عانة يوبركراس وعلاجها انت يوبركراس تريتبنت اذا اضطرنا الترس على سنب المستكتومي قليلا تسمحوا لي هبدأ هنا بالبسورج الاولى عشان نفهم موضوع الغريب قوي قوي ده اللي احنا فيه دلوقتي اللي اسمه تلسم معي في الصفحة الفاضل داداكت دي اسميس ايه اللي بيحصل في الفيبروسيستيج اول حالة ان الاسينايت تزيد هنسمي الحكاية دي ايه؟ هنسميها الابيثيريوسيستيج يحصل الابيثيريوسيستيج بتاع داكتات هنسميها ايه؟ هنسميها ابيثيريوسيستيج يبقى دي واحد دي اثنين احيانا الابيثيريوسيستيج يبقى ايه بيكا يبقى اكتب الAME وهو الأطيبية الهيبربلية تالت حاجة ممكن تحصل الفيبروزيس أحياناً يبقى الفيبروز ده عنيف قوي 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 وساعتها هنسميه سكيليروزينج أدينوزيس يعمل ماس ماس مستحيل تفرقها من الكارسينوم إن دي بي لو الفيبروزيس أفل الده أو الإبيثيليوزيس أفل الده أبستركشن للده سيحصله في الأسنس الورادياً يسابقون مدام إن كومتركشن ستعمل سيست دي فورميشن يبقى رقم أربعة سيست دي فورميشن والسيست دي لين الإبيثيليا مقوة سيكريشن سيرس جرين أي حاجة لجرين ما أعرفش اللي خليها جرين نفس القلوم من شوية بتاع بلازمة سيلة ولا هدور لجرين وقفنا قدام الحكاية دي محتارين بيسميها ايه؟ اللي قدامكو ده فانس سميته فايبرو سيستك نس سميته فايبرو نس سميته اسمع المفاجئة اسمع المفاجئة اسمع المفاجئة خاط كل اللي موجود ده حاجات طبيعية يا جماعة مش اي واحدة في مراحل المختلفة هيحصل لها أدينوزيس وحصل لها إبثيليوزيس والبريست طبيعي في فايبروزيس وعلى فكرة اي بريست لو شلناها في واحدة ستة كبيرة خمسة وتانية بعيسة وبالصنة تلاقي فيه سستات صغيرة موجودة فيه ما حصلش حاجة الله يعني الستة دي مش عينة لها وما اللي خليها كده عنوان اللي حصل ان الحاجات الطبيعية دي الطبيعية دي حصلت في الستة دي بنسبة اكتر شوية من الطبيعي فبدأت تعمل عندها السيمتومس بس كده السبب في الحكاية دي مي بي ريليتد للهورمونس عشان كده عشان كده عشان كده احترنا في تسميتها ولأول وأظن يمكن آخر مرة في المنهة تتلعشنه عشنا سنين محترين نسميها ايه؟ والاسم النهاردة اللي في كل الكتب اندي يعني شوية عن النومة taberaisal armed ايه؟ ايه؟ يعني ايه؟ الباست مع اللاكتيشن يكبر ايه؟ خلص نقال ايه؟ دي مراحل مع السايكلز في المانفي سايكلز يحصل مع الهرمون ستتغير يحصل الديفالومنت وقت كده انفوليو بقى تنسي شوية وبعدين يرجع تاني الحجم اصغر وصوف فاللي حصل في الحالة دي ابل ريجل اوف نورمال ديفالومنت اند انفوليوشن نمس عشان كده الحقيقة الستي دي مش عيجانة انا بقول الكلام دي بقولوا ان الموضوع دوا ما جاش نظر في ما اذكر قبل كده لكن يجي ده الكامونست بريست ديس اوردر مش ديزيز ده مش ديزيز حالي حاجة بتتعامل في عياداتنا معاملة سيئة جدا ست بتروح البانوتا اللي هي شورة جدنا فبتروح للدكتور يقول له تقول له ايه اللي اولا اتجعنيك لخبطة في الهرمونات لا ايه حق ليه لخبطة في الهرمونات ليه عقدت البانوتا لخبطة هرمونات خالص ولا انتي ما عندتيش حاجة سنين بقولي الكلام دوا وأتمنى ينتشر هؤلاء واثوا ان انا الوحيد اللي بقول بالنص ده ان العيانين دول ما بقولي بقولي انتي مش عيانة ستة خالص انتي عندك اعراض لكن انتي مش عيانة سان طبيعيا متعايشاش بقى في قصة هرمونات مش هرمونات نهاية تعمونة اللي جاب لي هرمونات وقال اللي اخبط له هرمونات وجوزق قدامه اللي يجوزني لو احنا عندها هرمونات مشاكلة ايه بنحرب على الكربيتة مفيش مشاكلة فدي اسمها هي الفايلو سيستيب ديز انا بس عايز اقول كلمة على السيستي فورميشن هنا بقولك في الاتيورج بتاعها شي رقم ايه دي يعني حاسوكها زايدة في الشرح في موضور ما جاش نظري قبل كده خلي في الاتيورجي رقمي بس البداكتو خلص يبقى نرجع بها الانسدنس دول الكوميديدس أوردر مشهور في الابر اوتر كوادرانت اش مععنا ابر اوتر كوادرانت عشان ده اكبر كوادرانت اش مععنا عشان ده اكبر كوادرانت في البرست حاجة دخل لما قول اسم البرست فور كوادرانت يبقى خلص اربعة تربع علاءة كواهرات ده اكبره يقول لك كأس مرتوقنا بيدي بينك مصين وده النص الكبير مهما ده النصين هي النص ديب لا ايا كده اربعة تربع بس ده معكبير فعلي فده انغالي حتى الكارسيما كونست هنا ليه عشان ده اكبر كوادرانت عندي ماشي ال ايضا وانا مش محتمل بماشي وانا مش محتمل باسم واحدة مش عيانة او مشتكتش اولا انتي مش عيانة انتي عيانة او مستككش مفيش اوغل مش عيانة اصلا انما اول احتمال يكون مجمع انه هو سيكرشنز وفكرة اللي يعمل سيستيبقى انكومبت اكبركشن فما تجيب ده الشرش سيرس اخضر ازرق تاني احتمال ماس لسكيليروزيج أديروزيج تعمل ماس سيست كبيرة تعمل ماس أجريجيشن أوف سيست تعمل ماس نسيت اقول حيثة في السيست نسيت جلما لا يسهل بعد السن الكليبير ده روح البلاب ينسى في حاجة اسمها ارجع لي القصوصي حاجة اسمها بلو دوم سيست أوف بلانجوز السيست دي لو كبرت قوي لو كبرت قوي ففتحنا عليها في عملية فتحنا نلاقي لون السيست أزرق ليه أزرق وده سؤال بتسئل شاف وإزاجات فرصة ولا حاجة جواه كليير فليوزيج الريفليكشن بفعل الله يتسخلينه أزرق الهدوسيل في الأطفال لما تبصها يتلاقي لونه أزرق فالأمة تتخضي إيه اللي عامل الاسكورتام أزرق تقول أبداً مش أزرق ده الريفليكشن لو فتحنا مية كليير فليوز فالليسام ما أحسه بلانجوز فحب يقول عليك أن قال بلو عشان لونها أزرق دوم دي زي القطبة بتاعت الجامعة بلو دوم دي ساست أوف بلانجوز سمها باسمه السؤال شافوي تاني مش هتيجي فرصة للحاجات داك لو جدت فان بلد جوت في الجراحة تاني في حتتين في دي وفي ريبير هيرنيا بقى أبسوليد خلاص هلما نروح للهيرنيا في الأوبرة إن شاء الله نبقى نسمع فأرجع يبقى تعمل لأشهر بأشهر سمتوم نوديولاريتي على فكرة البرست النورمال نوديولاريتي مهمة دي جدا يا ما يجي لعينين في العيادة يقول لي ببرست ماس أكش رسي دا نورمال بريست نوديولاريتي ونورمال بريست طبيعية طب نفرقها إزاي من الماس بصوا يا حبيب النورمال بريست نوديولار لما تنزعي بالفلات ما تحسوش بالتبس و بالفينجر تحسو فأي ماس تحسها بالتبس ما تحسهش بالفلات دي أنا هسميها لك مني أنا اي ماس تانية من اللي بقولها دلوقتي بريست ماس دي فلت باي فينجرتيبس اند فلات حتى في الكلينك أنا أحبك أول ما تي توصف ماس تقول يا فنم في ماس فلت باي فينجرتيبس اند فلاتو مياه يبقى دي سجنافيك ما استهمنا فهذا تلاقيه نوديولاريتي نوديولاريتي يا ماس بس يا إما دي شارج يا إما دي شارج يا إما دي شارج نوديولاريتي كتاب loop الاستمامة اي مؤسس اي مؤسس التنقلي تسمحولي انسى الكلام اللي عندك وركز معا شوالي انا قلت من شوال كلام اسمه التريبل قلت انه ضل الكارسينومة على دماغنا في كل البسط فانا لما اجيلي واحدة ببين بنوديولاريتي انا روضي من كارسينومة في حالة اسمها التريبل اساسمنت الاي بس الكارسينومة اولانه الكلام ده بقوله في عيادتي رعيانتي اللي يشغلنا في البريست حاجة واحدة مش حكتي ماس ماس فانا اذا كشفت لقيت ماس كشفت لقيت ماس لا ملاقيتش ماس ادور لكون ماس مش محسوسة سونار ماموغرافي فيبقى انا عندي حاجة اسمها التريبل اساسمنت ايه التريبل اساسمنت ده الكلينيكلي تحس ماس وعند انا كلينيكلي فيه ماس سونار اتراسونغرافي وماموغرافي وماموغرافي مش دقيق اوي في اليمن في ميلس دينس بريستيشوس سونار ادبت شوية بيتحربوا مع بعض لقين اماس لازم بايوبسي لقين اسيست لازم اسباريشو انواع البيوبسي ايه هنجيلها في الكارسونغرافي بالتفصيل بس خد عنوية نخش بايبرا نشفت شوية بايوبسي نخش بايبرا ناخد كور اوف تيشو او اوبن بايوبسي نخش نشيل الماس كلها مثلا اكسيجنال بايوبسي مثلا يبقى انا عمليا الانبستيجيشنزي هنا هل محتاجها في كاسين راحا مش محتاجها عشان كده بازعل قوي من الناس اي واحدة تخش له عندها حاجة يقول لها يلا ماموغرافي يلا سونار حرام يا جماعة لا اذا احتاجت اذا احتاجت واحدة جايلك سبعة وشرين سنة مش سن الكارسين وما بتقول لك سايكليكبين كشفت محسيتش ماس خلاص ريء الشهورة يا سيدي انت هنخش بدون لو شكينا انا باعلمك حاجة لحياتك وده رأيي شخصي يا انا ورأيي شخصي يا ولد من دلوقتي اكتبوا على جمع لكن ده ما تقولش في امتحانات رأيي شخصي وخبرة سنين وصرعة سنين اي واحدة تخش حياتك خمسة وتلاتين سنة فان فوق تقول لك اي شكوى براس تنطل باموغرافي روتين اضمن بقى بدا سن الكارسينوما فبنعملوا لتكون بالنصيب هي تلاني كلي مش كارسينوما ولا الكارسينوما علاقة بشكوتها لكن كان في اسمول كارسينوما مسد منك اقل من سنت مش تحسها ابدا وبعدين ده اكتشفها لقاسة القصة دي ما حصيتش مع عابلك خاض لكن رابك ده خانوم مش شفاتي خمسة وبقول لعياتي بقول لدي ماموغرافي ان اميلها عن نحيتين مش نحيت شكوى بس وعبلي هالي وقت ما تحبي اسبوع اسبوعين تلاتة براحتك بس نعملها نتطمن زي فكرة السكريمينج بروغرام سباعة امريكا الموجودة طيب بس مش بنفس الاسكيديول بتاعنا لها مرة قول لها تعمل بقى سنف ايجزامناشن هنيجل في الكارسينوما نرجع يبقى احنا هنا لو ما فيش ماس الانفستيجاشن نوت روتين اذا شكل هنعمل ماموغرافي وسونار لو لقينا ماس هناخد بايوبسي بفاين نيدل سايتولوجي عشان كده مكتوب عندك بنص غالبينك لو سست عملها اسباريشن في الايام لك لو ماس عملها اسباريشن يا اخي اللي خطبتنا السوريد ماس اسباريتد قصده فاين نيدل سايتولوجي وسست هنعملها اسباريشن والكام الجايدة قاعدة في كل الطب الكريتيريا اوف بناين سست والكريتيريا اوف ساسبيشاس مش مالاين ساسبيشاس سست قل بناين سست كيلير فلاود مش بلودي تفضى بالكامل ملاقيش رزيد والماس لانه الماليك لانت سست بعملة كده وها ماس فلما شفوت الماء يحسي ماس باقي مفيش رابد ريكارانس للسست وين انتو ويكس راجع لما شهر الشهرين مفيش حاجة واخيرا سيطولوجي فري كتبلك هنا عالسيطولوجي فري كتبلك هنا عالسيطولوجي فري مافهمناش يعني انا النهاردة شفقت فليويد طلع سيطولوجي فري بس هو داي بلاديد دا ساسبيشوس اوعى تعتمد عالسيطولوجي الواحدة طب السيطولوجي قال دي ماليكنات اخرس ماليكنات دي غير ديه ويقصد بلوت كونكلوزي وقالك دي نوت ماليكنات يبقى هو بلوت بوزيتف مش جود نالك طيب نعمل اصباريشان لو سست ونعمل بايوبسي لو ماس وخلص طب الشكلين هنشيلها اكسيشنال بايوبسي دي الانفستيجيشنز المكتوب عندك الديفرانشار دايموس خدناها اكتري اتنات واضح جدا ان اهم حجارية الشهر تسمحوا وتكتبوا مني في الصفحة الفانية ريق الشورنس بتاع جده علي اللي بقولوا انا بقول لأيانتي انتي عندك عرض بدون مرض انتي مش عينة وعندك عرض يعني ايه زي واحد عنده صداع فعمل اسنا له الضغط عمل نالو سي تيا برين كله سليم لكن الراجل دا اول بعد كل دا اولنا قلنا له ممروك تبعانكش حاجة فراجل دا لو غابي قلت ما عنيش حاجة ازاي وانا صداع يعمل انت مش عينة تبعانك صداع بس وعلك مسكن بس خلص لو هو غابي يزعل لو هو بيفهم ايه فرحمده لما عنيش حاجة دا بس صداع وانا قلت له مسكنه خلص فبقول لأيانتي كده لما نعمل موقع طلع سليم تفرحي لما اكش قولك ما عنديش حاجة تفرحي انتي ما عنديش حاجة بس مسكن وزي ايه حاجة بتوجعنا في الدنيا لما اثبتها تستريح كل واجع انا روح معلق ايديا فرقابتي فبرة طايم براسيرز وما اثبت البريست البريست بيتحركش يوم دايقا للبيل حكاية نوقف شاي وقاها وانستفاديا الحقيقة انا ما اتلهاش نتاج عندي خالص وكان مكتوب قديم شوية وبيلي في اخر طبعات وقال الكلام ده فما تعزبوش الناس اللي بيحب الشاي والقهوة اشرقهم مش هتفرق كتير ديا طب بما ان القصة انت قلت مش عيانة ايوه مش عيانة لكن مش ممكن ابتدي اهدي الرياكشنز بتاعت البريست شوية خلاص اهديها ممكن اهدي انتي برولاكت هو البرلوديل اللي استخدمناه من شوية لما كنا في الويننج بتاع الاتيوت لكتشنن بسطا اسفيدوس مندوس تيناكس ده اشرح حاجة بتستخدم دلوقتي هو برعا القصين يعني برضو رائع جدا جدا كانتي رولاكتين موجود رائع المهم في الاخر احنا هنعمل نقلل لو البين عنيف مش مكافين لا غالبا الست مش دي عشان القلم جاي عشان القلق فبقول لعنت يا عشان القلق ولا القلم يا عشان القلق انا طمنتك ما تلاقيش مفيش حال خالص ولا بريكانسرس ايه دكتور علي انت قولت مش بريكانسرس هما الاتيبكال ابوثيليا الهايبربلازيا سمهالي قدردش معك فيها في الاخر لكن ولا حاجة ولا ملقاش مهلاش علاقة بالكارسينوما انسي الموضوع معند ايش عال خالص متابعة واعلمها السنف ايجزامينيشن زي ما هنجيله في الكارسوم هنكلم عنه في الكارسوم عشان ليه في وجه النظر مهمة اللي مكتوب عندك بقى انك تدي اندرجن ده كتير قوي احاول الست سيدة لسيد لا وعمري وشفت حد كتابها ودودنا بتكتابها لكنها متستغربوش من كتابتها عندنا ده الدنازول وما شابه ده احنا كان في كتبنا احنا زمان بقى سيمبل مستيقني لكن لما تسمع سيمبل مستيقني وتسمع الدنازول تفهم ان في حالات من دول عندهم سيفير بيل فعلا ادونايزنج لحياتهم جدا ففي عينين من دول غلابة بجند لكن ولا حاجة احنا معاهم بالانتي برولاكتن من غير برضو ما اناكد لها ان انت عندك مشكلة هرمونات اوليه كاتب لك في الاخر حالات الاتيبكة وهيبربليزيا عايزة كلوز فلو اوب اسمحوا لك كانت الحيش واجه بالله عليكو لو كان الان بده بتكلم في الكومونست بريسنس اوردو اللي هو مفيش ما بيمرش اظن يوم في عيادتي الا في حالة منهم حالة فلما نقول على دول هل يؤقل لو كانت لها ريليشن قوية بالكارسينومة اللي كنا سبتنا قانون لازم بيوبسي في اي واحدة من دول؟ ده اوامس سهل يا جماعة بلوكال انيسيزيا وهنخش كده ناخد راندم بيوبسي بترو كط في حيث اتابع الست بتاعت الاتيبكة هايبربليزيا لا ده مش موجود عندنا فهذا يؤكد يا حبيبي ان انسنس وف كارسينومة في الجنر الموبوليشن هي هي بسام في الناس اللي عندهم انديه بسام فرقش حاجة انما لو واحدة بالنصيب بالنصيب اكتشفت ان عندها ااتيبكة يعني ابحث عن الهدو كان عندها ماس وشلناها بيوبسي قالوا يا جماعة لق طلعت اندي بس شفنا ااتيبكة الهايبربلو بعد ازيكا سيتي ركز شوية مع نفسك في الكارسون بس لكن ارجو الكلام ده مش بقا ده بكلم بناتي بقا اللي بيسمعوني من ولادي الدكاترا وبناتي الدكاترا اللي عندهم ممكن كون عندهم اندي بقادي كومن ارجو كما تخفيش ما تلاقيش شيلي من نماغك هسس الكارسون على مسؤولة جندو عالي عالي ابدا الانز نفسك مش فرقة حاجة لكن اللي هنكتشفها بالنصيب ان عندها اتيبكة هايبربليزيا هي دي اللي نقدلها انتبعها سيتي بقادي ما جاتش نظري قبل كده لكن تين كان يخسرين ادسم الرسمة دي في الصفحة الفن فكير دكت والأسينس أسسنورين يا أسينر يا إنتر أسين أسينر يعني طبعا من الأسينس أشهر حاجة لها على الإطلاق بتاعتنا خمسة ومفرمية الفايبرو سيستين ديزيز هل هو هاتكلمة ديزيزي ومحبهاش عارفين ما بحب بريئة مشهورة ناس المثقفين شوية لكن كان زمان دولتي ما تشترايق هو في عاجتي كنت زمان رأى سنة انا عندي كتب جيل في عادة بس برست الكتاب كله من أول لأخر برست الكتاب مثلا تلاتم وخمسين صفحة تلتم ومثل صفحة كتاب ربوم متصفحة او مطلع العيانتي قولها ده أشهر حاجة بتحصل في الستان والكتاب ده ربوم متصفحي كان في البرست بس. متكلم في الاندي قدية. عارفين يا اوهد قد ايه؟ نص صفحة. صفحة. صفحة دوسة الكتير. انا البرست عندكم هنا معرفش كم صفحة ناسي حوالي عشين متى ايه معرفش. من دين لان احنا صفحة ونص. فانديك شوبة اهمية. هناك روال حق. موضوع مش مهم. خالص. ده عرض بدون مرض. بس هي تعبيرتي انا. واحفظوها لعياداتكم. فقاسينا اشهر حاجة الفايبرو سيستيك ديزيز. واحفظوها لسيستيك كاننا مكرر. نوصف حاجتين. لينينج كونتنتي. فانا نشرح لينينج ابيثيليا كونتنتي يا سييراس يا جرين ماشي. فلاويد. تاني اسينار سيستيك مشهور حاسمها جلكتوسيل. سيستيك بترضى. وبعدين واحدة بديمجيور داكتس بان فارشيلي وستراكتل بفكرك. واحدة بالذات. مش مش انجورجمت. في انجورج مفيش سيستي معينة. البرستي كله مليان ملك. لأ. وبدأت الاس نصوراتك ملك. وتعمل سيستيك سويل. لو دا البرستي كده. تبقى السيستي نير القلب لها. ولما تدوس عليها تجيب لبن ولا ما تجيبش. لو انت شاطر قول قديم. انحنا قلنا زمان لو كومبليت برسستان ابستركشن هيعمل اتروفين. لا تجيب لبن. ولو عملنا تجيب لبن. وبتحصل ديورينج لكتيشن او ممكن ايرلي افتر لكتيشن. هي اخلاص عملت ولكن لسه البرستي بيعمل ملك. فالملك لما قل حتة نشفت نسبسات القفلة دي. وتالت نوع سيستي اسمه انترا سيستيك بابليفرس كارسينوم. الله يخرب بيت كده. ليه؟ هي رسمتي. لسه حالة وانا بشفتها في حياتي مرتين في عياتي. بالنصيب حالة الاسبوع اللي فدها. يعني تاني حالة في عمري. اشوف سيستي وتطلع كارسينوم. لو دي مش موجودة يا ولاد كان موضوع السياس والبرست سقط من تاريخنا من اهميتنا. انا زمان قلت لك اللي خلق اي موضوع مهم ان ضل كارسون موجود. لل اسف يظل ضل كارسون موجود. موجود موجود الانترا سيستيك بابليفرس كارسينوم. ويخلانها يحرسين على الانبيستيجيشن فيه. قم بقى الانترا اسينا. فيه 3 اكتب اسطنبا. يعني اسطنبا لما قل لك سست في المزلت محضن لما قل لك سست ريتروبول Bella لما يقول لك سيست في اللذر و chegar في الكني هالخيا من الحوض، Activediocey الذرمويد وال lingerie intestinal لا يستطلب عندما نظر الس widget نفهم خارج فعالك tane عادي ان يخصر في دروس adharch godsdermass يمكن ان نعرفون أهدي فالنظام flirtation صعوب وتقول ده ما تي جي كارسينوما بده نضل الكارسينوما في دمارك. انفستيجيشنز هو نفس الكلام ماموغرافي وسونار وهلق ايه هسستك وعمل اصباريشن واعرف ايه هاتيلة ميناين وساسبيشوس عادي جدا. طيب هيجل عند ماس. واقول ان فلاكتواشن ليت فغالبا نحسها كماس. والسست في البريست مش هتحس تحسها صلد فحسها لو كانت تنس حسها هارد. لو كانت لاكس حسها صوفت ماس. لكن فلاكتواشن ريه لا يمكن ان تحسس. واتقول في الكريم كالبيت صحيح الكريم كالبيت صحيح الكريم في حالة الاندي. يصحك معاها بقى النوديولاليتي ولا السايكليك بيد او الدشارج. طيب ايه التريتمينت اصباريشن. اختفت السيستو مبروك وهو دي في عيات كتير قوي. يجيلي ناس بماس اشكة ولا استحملين شكة ابرة. شفطنا رواحك من غير الماس. راحبناها بقى لا سونا ولا مموجة. خلصنا. اختفت. اصباريشن. اذا رجعت بسرعة عصاص بيش اسنشالها. هو بيقول كل السستاء ده الاصباريشن بس فريتاشن. لكن في كله اكسجن. انا مختلف. طبعا الكلام دي هو اللي ان الجالكتوسيل. علاجه اكسجن. لا. الجالكتوسيل برضو بنعمله اصباريشن. يبقى والبلاد سيست نعمل لها اصباريشن. بس البلاد سنقلق منها فانشالها وفضتي. لكن تاني عايز اقول انه النص الكلام اللي عندك اكتبه نعمل لها اكسجن. شكرا 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 يا ربي خليك وافرح بيك واتضمن عليكو. دي المحاضرة الاولانية الى اللقاء في المحاضرة التانية. يمكن تكون في نفس النهاردة هتعرفك اذا تلاقوا نفس اللبس نفس الكرافضة. شكرا يا ولد.